السلام عليكم ورحمة الله ها نحن دا نلتقي مجددا في حصة أخرى أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة لننطلق من حيث انتهينا من نفس الوحدة ونفس الأصوات سؤال هل ما دلتم تتذكرون على الكلمات البصرية؟ من يذكرني بها؟ غليا أبريل آلاء يمين آية يسار رميساء خلف أحسنتم جميعا والآن لننتقل إلى قراءة النص زهرة التفاح حل الربيع أزهرت أشجار التفاح والخوخ أسرعت زينب إلى الحديقة بسرور لعبت مع الفراشات وغنت مع الطيور قطفأت زينب زهرة حزينة الأطيار والأشجار عشبت زينب همست في أدنها فراشة قطفت الزهرة قبل أن تصير تفاحة اعتذرت زينب بعد اليوم لن أقطف زهرة إذن ما الأشجار التي أزهرت أشجار التفاح والخوخ نعم ماذا قطفت زينب قطفت زينب وزهرة أحسنتم إذن من يستطيع أن يقرأ لي النص لنبتدئ بصفوان زهرة التفاح حل الربيع وأزهرت أشجار التفاح والخوخ أصرعت زينب إلى الحديقة بصروري لعبت مع الفراشة وغنت مع الطيور تابعين هذا قطفت زينب زهرة حزينتي أطيار والأشجار عجبت زينب همست في أدنها فراشة قطفت الزهرة قبل أن تصير تفاحة اعتذرت زينب بعد اليوم لن أقطف زهرة نعم أحسنتم عمران ابدأ القراءة زهرة التفاح حل الربيع وأزهرت أشجار التفاح والخوخ أسرعت زينب إلى الحديقة بصروري لعبت مع الفراشات وغنت مع الطيور قطفت زينب زهرة حزينتي الأطيار والأشجار عجبت زينب همست في أدنها فراشة قطفت الزهرة قبل أن تصير تفاحة اعتذرت زينب بعد اليوم لن أقطف زهرة نعم أحسنتم جميعا نكسفه بهذا القدر ولننطلق إلى بعض المفردات الموجودة في النص إذن ماذا تمثل الصورة الأولى؟ فاكهة ما اسم هذه الفاكهة؟ خوخ نعم والصورة الثانية؟ فاكهة نعم أيضا فاكهة ماذا تسمى؟ مش مش أحسنت إذن والصورة الأخيرة؟ فراشة نعم إذن والآن من يستطيع أن يستخرج من النص بعد الكلمات التي تعبر عن الطبيعة؟ الكلمة الأولى من؟ أشجار نعم أشجار الكلمة الأخرى؟ أزهار نعم ماذا أيضا؟ فراشات ماذا تبقى؟ طيور نعم ممتاز أحسنتم جميعا انتبهوا معي جيدا وانظروا إلى الصورة انظروا إلى الصورة جيدا ماذا تلاحظون؟ ماذا تلاحظون؟ إذن ماذا تلاحظون؟ الطفلة تتحدث في أذن الطفلة نعم إذن أحسنتم لكن جاءت في النص كلمة تعبر عن هذه الحركة عندما تحدث الفراشة في أذن الطفلة ماذا سميت هذه الحركة؟ ركزوا ركزوا ماذا؟ همست آه أحسنت إذن سأعطيكم مثال همست هبا في أذن آدم همست هبا في أذن آدم إذن ما معنى همست؟ همست ما معناها؟ نعم تحدثت بصوت منخفض آه نعم تحدثت بصوت منخفض أو خافت انظروا إلى الصورة الثانية ماذا تلاحظون؟ انظروا معي إلى الصورة الثانية ماذا تسمى هذه الزهرة؟ زهرة الياسمين وكيف هي هذه الزهرة؟ انظروا جيداً إنها متفتحة آه إذن نقول عليها متفتحة أو أز أزهرت أحسنتي أزهرت لنركبها في جملة أزهرت زهرة الياسمين من خلال هذان الصورتان؟ هذان الصورتان تعرفنا على كلمتين جديدتين هما؟ ما هما؟ همست نعم و... أزهرت نعم أحسنتم أما الآن لننتقل إلى خريطة الكلمة كما تعودنا دائماً؟ لدينا كلمة سرور سرور من يستطيع أن يركب لي في جملة؟ استقبلت الضيوف بسرور أحسنتي مثال رائع إذن ما نوع هذه الكلمة؟ ما نوعها؟ اسم آه اسم نعم هو اسم وليس فعل وما هي مرادفات؟ هذا الكلمة هذه الكلمة ما هي مرادفات؟ مثلا أنا أحس بسرور ما معنى السرور؟ الفرح نعم أو ابتهاج نعم أو سعادة نعم إذن هذه كلها كلمات مرادفات إذن ما ضده فرح؟ حزين نعم وماذا أيضا؟ كآبة أو تعاسة نعم أحسنتم جميعاً ممتاز أما الآن أخرجوا كتاب القراءة وانتقلوا معي إلى صفحة مئة وأربعة وعشرون وقوموا بإنجاز تمرين الأول الشرح أضعوا علامة إكس أمام الشرح المناسب أظهرت إذن ما معناها؟ ظهرت زهورها أم إخضرت أوراقها؟ فكروا جيداً عندي كلمة همست تكلمت بصوت مسموع أم تكلمت بصوت خافت؟ ركزوا بعد ذلك انتقلوا إلى تركيب هذه الكلمات هاتان الكلمتان في جملة هل انتهيتم؟ نعم الآن لننتقل إلى تنمية المعجم لدينا كلمة لعبة لنبحث عن عائلتها أي من نفس الحروف من نفس الحروف فكروا جيداً وقوموا بإنجاز هذا التمرين والتمارين التالية من نفس الصفحة أعانكم الله وفي النهاية إذن أي الأشجار أي الأشجار أظهرت في الحديقة؟ أشجار التفاح والخو نعم أشجار التفاح والخو همست الفراشة في أذنها ماذا قالت؟ قطفت الزهرة قبل أن تصير تفاحة نعم أحسنتي إذن وفي النهاية أقول لكم اقرأوا النس قراءة جيدة وبالتوفيق يا أبطالي